وكان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة الافتتاحية المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمل النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بيتروسبورغ وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة الافتتاحية شهدت القاء كلمات لكل من الرئيس الروسي بلادمير بوتين إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتبره الرئيس الحالي للاتحادة الإفريقية مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضا تنظيم 38 جلسة موضوعية تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد وتكامل الأمني وتعزيز السيادة والتعاون في مجال العلومي وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الإنساني والاجتماعي